جزائر قوية وآمنة مزدهرة ومتطورة سيادة في قراراتها سيادة في قراراتها سيادة في قراراتها غير مأمونة مأمونة الجانب تقف ورائها أطراف دولية تعمل على إعادة تشكيل خريطة العالم وفقا لأهدافها ومصالحها وهو ما يدركه الجزائريون شعبا وجيشا وهم مصممون على الباقة دائما صفا واحدا وحسنا منيعا في وجه كل من يتربصون السوء بالوطن الذي ستبقى مصلحته العليا على الدوام تسمو فوق أي اعتبار سيادة في قراراتها سيدة في قراراتها متابعين كما سمعتم في هذه التصريحات الجديدة لشم قريحة وهو الحاكم الفعلي في حضارات الجزائر الذي تنجى في القراءة كما سمعتم السيادة لا تريد أن تخرج له سيحماق بها السيادة سيقول فيها المضحك في الموضوع وهو أنهم نظام حضارات الجزائر لم يعيش من هذه الأسطوانة ديال المؤامرة المؤامرة والأياد الخارجية دائما في نفس الخطاب دائما في نفس التصريحات دائما في نفس الخراجات المؤامرة والأياد الخارجية وجزائر المستعدفة والسيادة والشهداء دائما نفس الكلام من رئيس الجمهورية وهو تبون ومن شلق ريحة ومن كل المسؤولين والوزراء في حضارات الجزائر المؤامرة والأياد الخارجية السيادة والشهداء والسحراء الغربية نفس المصطلحات تتعاود وهنا أنا كنترح سؤال على البصبعيين وعلى الجزائريين المستحمرين واش ما كتعيوش من هذه الأسطوانة واش ما كتعيوش من هذا الكلام واش ما كتعيوش من هذه البروباغاندا لأنه بزاف في كل خرجة القريحة تحدثت لك على الأياد الخارجية والمؤامرة وكي معنى عن المغرب دائما كي معنى عن المغرب المغرب يتأمر علينا يدلينا كيف علينا كذا 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 واش ما كتعيوش من هذه الأسطوانة وفي كل مرة يخرج قائد الجيش يتحدث بنفس الخطاب أنا بزاف لا هو ولا هذا الحماق يتحدث بنفسه دائما نفس الخطاب كيف يتحدث بنفسه واش ما كتعيوش من هذا الكلام ما كتعيوش من هذا الخطاب ما كتعيوش من هذا البروباغاندا حتى شرع بزاف نفس الأسطوانة تكرر في كل مرة لا يمكن من الحاجة وتسرعون المشاكل التي عندكم في الداخل لا يمكنهم منظف وتقلبوا عن المشاكل التي تحللها على المشاكل وتقلبوا عن المشاكل بالمشاكل أو المعرفة المشاكل لا يمكن الحال ما والأياد الخارجية حتى تدخلوا فينا وبعد ذلك المضحك في الموضوع وقرار الورقة وكاده فيها من المنظف فيها ونكزف فيها وقرب يتحرك وقرب يتحرك ويتحرك في المنصف ونصف في الشعارات والبروباغندا ونحن يتحرك ويتبط إلى الله ويبعد من الويسكي والبيستاج والخيمة وما يحدث هناك من أفعال آني طيابة بكل ما تحميل كلمة من معنى لا مازال لا تقنوص المنصب قال سكتاج جاء في الورقة السيادة لا تريد أن تخرج له بكثرة أنه ستطى من انتهاك السيادة الجزائرية فيما يتعلق قضية صحراء المغربية السيادة لا تريد أن تخرج له بدأت تقول فيها السيادة لا تريد أن تخرج له السيادة فالخطة فقط هي تعكس ما يحدث داخل نظام حاضرات الجزائرية الإفلاس الإفلاس الثان لأنه إذا كانوا يجب أن يزيدوا القدام يجب أن يتخلصوا من هذا الخطاب وهذا الخطاب لا يزال أنه لا يتخلصوا من هذا الخطاب ومن هذا البروباغاندا سيبقى في نفس المسارح يدخلوا في ذلك الحيث لما يستطيعون أن يرجعوا منه لا يستطيعون أن يرجعوا للوراء وفي نفس الخطاب في البداية سنقرح أول شيء سأتكلم عن العشرية السوداء سأذكر الجزائريين بالعشرية السوداء انتخابات قربت سأتكلمون سأتكلمون حاليا داخل حضرات الجزائر وإطلاق النار وانفجار هنا وهناك سأتكلمون بالعشرية السوداء سأخرجوا صوتوا على تبون سأخرجوا صوتوا على تبون وشاركوا في الانتخابات وإلا العشرية السوداء سأدخل عليكم حين شمال أطلسي رادية البروباغاندا التي تعمل فيها على البوصبع والبوصبعي يتقيق الجزائري المستحمر يتقيق البروباغاندا ولم يميز ويقولون منذ السبعينة والثمانينة ثم تكرروا في نفس الخطاب الأياد الخارجية والناتو العشرية السوداء إذن نمشي ونصوتوا على تبون وما زال لا يريدون أن يعيقوا ويفقوا شيئا في الداخل الجزائري وهذا الشيء عليك يجعل نظام حضرات الجزائر أنه يتحكم في الداخل الجزائري في المجتمع الجزائري بسهولة لأنهم بردعين لأنهم منذ الصغار وما يتربوا على هذا الاستحمار ولا بد لنظام حضرات الجزائر وشنقرحها خصوصا لا يخرج في كل مرة وبدأ يهدد في الجزائريين المؤامرة الأياد الخارجية العشرية السوداء لإرهاب ما أعرفت أنه لا بد وبدأ يقول لهم السيادة ما السيادة وبالمناسبة السيادة رأيت فرقعات البارع في الحدود معه أين هي السيادة لا يوجد حقيقة لن يتطبق على أرض الواقع فهذه هي الحقيقة لنظام حاضرات الجزائر الشعارة سعطية قتلة ولكن تطبق على أرض الواقع منهزمين ديبلوماسيا أمام المغرب منهزمين اقتصاديا تحاولون أن تنفخوا في الأرقام وتلاحظنا في تصريحات العام لأنكم في كل مرة تحاولون أن تنفخوا الأرقام يعطيهم البنك الدولي أرقام التي هي منفوخة يعطيهم أرقام التي هي مزورة لكي يحاولون أن يتبتوا على أن لديهم اقتصاد وحينما يكون هناك اختبار حقيقي كتبال لها شاشة الاقتصاد الجزائري المثال ما حدث لهم مع إسبانيا تقلقوا رسم أنهم قوة ضاربة تقلقوا العلاقة التجارية مع إسبانيا فين وقعت الأزمة؟ وقعت في حضيرة الجزائر مواد السهلاكية تضاعفت الأثمينة المخدرة الطبي لم تكن توجدت الجزائر لأنهم كانوا يجبون إسبانيا فالرواية الكهلة التي كانت وقعت في حضارات الجزائر وهنا كتبان الحقيقة لأنهم كانوا يجبون إقتصاد الهش وهو نظام حضارات الجزائر الذي يحاولون أن نفخه فيه في كل مرة فمتبعين كراما دعوني أراءتكم وتعليقاتكم على تصريحات الجديدة القديمة نفس الأسطوانة كتكرر وهو مقريحة وهذه السيادة التي لا تريد أن تخرج له من فمه ومع العم أنا مصدعوني أن رأسنا بدل تخرج السيادة ولكن في نطقها لا تريد أن تخرج له قاعدة متبعين كراما أراكم في فيديو قادم مع المزيد من السفاصيل